اه بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم محمد رياد و ايرفت ان اربيك اه النهاردة ان شاء الله نغير الكلام شوية احنا اتكلمنا في فتر الفاتد على البيزيكس و اتكلمنا على شوية على الالتراساوند واخدنا شوت كبير في البرادورك واخدنا كده كيس واحدة بس في الواتسير دياجنوسيس بس احنا قلنا ان احنا نحاول ننقل المرة دي ونتكلم شوية على الاميرجنسيز اه وازاي نتعامل مع الاميرجنسيز اه اول حاجة وحناخد شوية في الاميرجنسيز كده وبعد كده ممكن ان نرجع تاني نتكمل في البرادورك ان شاء الله حسب التسهيل يعني او نشوف هنكمل في انهي شابتر تاني يعني اه ولكن هي عشان ما نزهقش فنحنا قلنا ان احنا ايه نحاول ان احنا نعمل اه شوية اه نشتغل في كزا شابتر عشان الناس ما نزهقش برضو في نفس الوقت عشان يبقى اه تطرخنا الحاجات عملية بقى اكتر يعني اه شابتر فور اللي هو الاميرجنسيز حالات الطوارئ وهناخد اول جزء منها اللي هو التكسيكولوجي جزء السموم ان الحيوان يكون اكل حاجة سم احنا ازاي نتعامل معي حنتكلم في اول محاضرة اللي هي النهاردة ان شاء الله على على القواعد او الاساسيات بصفة عامة اللي انت هتعامل معاها او نفكر بيها في اي حال التسامم تجيلنا وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على اه نوع السم سم سم انا كل نهاردة هتكلم على على سم الفرقين بانواع المختلفة والديفرنت جينريشنز والديفرنت اه اه مود اف اكشنز بس قولنا ايه مع نصايح الكونسالتنت اللي معينا ربنا يكريمهم يعني نصحونا ان احنا نحاول ان احنا ناخد حاجة في الاول اه على وبعد كده ناخدهم اه سم سم ان شاء الله بإذن الله مش ناخدهم يعني نتكلم عليهم ان شاء الله تمام طيب اه او اللي بتجيلنا اه حيوانات اه سواء اه سواء كان دواء مخصص للحيوانات او الدواء بشري مخصص للحيوانات انه كان مسلا او كوربروفين او اي حاجة من هذا الخبيل يعني او ان هو يكون اكل حاجة زي مسلا اه 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 حاجات مثلا زي الادفر اللي هو بروفين او حالات زي اله اللي هو اللي هو اللي هو والحاجات دي. اه زي ما قلنا ان الشوكلت في منها انواع وفي حسب بتاعها. محسب إنتكلم ان شاء الله. عم يجي الوقت عليه حنتكلم. إن فيه الشوكانتة مثلا بيكون فيها اللي نفسها سمى برضو فهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله وازا نعمل الكالكوليتشان لها. اما يجي الوقت ان نتكلم على نفس الكلام برضو من نتكلم على هنتكواجل هنتكلم على الحاجات سعابة فيتامين دي برضو سعابة احاجات نيورو وسعابة احاجات فيزيكول بستركشن هنتكلم علي بالتفصيل ان شاء الله. هنتكلم على الناس اللي عايشة في نورث امريكا امريكا او كندا بيستخدموا انتي فريز عشان العربيات ما تتفرص يعني وكده ده بيقى طعموا حلو جدا والحيانات اما بتاكلوا كلاب اما بتدوقوا بتاكلوا وبتنهموا يعني فبتشربوا بيعملوهم في ساعتها يعني. هنتكلم على العنب والريزن والنزا هو توكسيك وبرضو as little as five reasons can be toxic to a dog and has been reported ان هو اتلو. كتليتل دوس يعني خمس عنابات اقل حاجة. هنتكلم على حاجات المشروم سنتكلم على ادوية بقى ادوية بقى ادوية بشري ساعات انا فكر مرة جالي حالة كان كلب اكل اكل كريم اكل anti-cancer كريم كان five دوره يرسيل. والكلب دوت بالاسف ما ادراش ننقذه يعني. فحنحول ناخد يعني معظم التكسيستيز اللي موجودة كأدوية. حاجات مثلا زي الايفرمكتن الايفرمكتن. اه وخاصات ان فيك لاب بتبقى حساسة جدا الايفرمكتن. ده الكالي والشيلتي. الاتنين دولار بقى حساسين جدا. عملنا قبل كده مع حالات جالها اكيوت بلاين اسكن وعمى من الايفرمكتن. والدنياهم الانتي دود اللي هو زي كده مع الايفرمكتن. اه هنتكلم ان شاء الله على حاجات المروانا والحشيش بصفة عامة يعني الناس اللي بتعمل دماغ وبحبوا الحمالة بداياتهم بتعمل دماغ معاهم. اه سواء كتليجل او الليجل يعني حسب الدولة اللي هم موجودين فيها. هنتكلم على عدوية بشري وحنتكلم ان شاء الله على اي اه معظم الحادة التسمم. مش هناخد كل حاجة بس على الاقل هنتكلم على جنرالي سبيكينج ازا نتعامل معاهم. وان احنا ازا نتعامل مع كل حالة غير التانية. وان احنا اه اه لو ازا نعرف ندور فين وندور ازاي. تمام? اه هنتكلم برضو على حاجات زي طابيكال. طابيكال تاكسين زي مثلا. ساعات ناس بيجيبوا اللي هو بتاع الكلاب يحطوه في القطط. دي كده بيجي لنا كتير جدا تكسيستي بالاسلوب دوت. اه او او يمكن دي موجودة اكتر في مصر من بره يعني كنتم نشوفها في مصر اكتر. هنتكلم برضو ان شاء الله على او او سكوربيون او حاجات دي وهنتكلم على برضو زي مثلا. الفليت انما اللي هو الانما عندهم كنستيباشن ويروح يجبه لهم اه في انما من او في الاخر بتعمل لهم اه مشاكل كبيرة. تمام? فده بصفة عامة الحاجات اللي احنا ممكن او حاجات اللي احنا ممكن نشوفها. وحنتكلم عنها ان شاء الله. مش كلها طبعا في مرة واحدة ولا في مرتين. بس دي من ضمن السلسلة اللي احنا نتكلم عليها في سلسلة السموم تحت او تحت الشابتر بتاع الايه. اتطور ان شاء الله. طيب. عايزين بس نفكر دايما كده احنا نحاول نبسط الدنيا ونبسط الامور عشان نسبت في دماغنا تطريق التفكير. اي مور رجيلي سم محتاج اعرف. تمام? اه الهيستري هو اكله ازاي? اما حد يقول لي هو الكلب اكل سم. طب هو انت عرفت ازاي? اصل هو تقريبا. طب هو تقريبا ولا احتمال ولا اكيد? دي حاجة. حاجة تانية. طب هو انت عرفت عشان هو مثلا بينزف? فانت توقعت ان اكل سم ولا انت عندك افدنس هو اكل سم مفرين? ولا هو جاي لك مسلا وانت عملت له في العبدون واخدتها لقيتها بلد وما فيش ماس فانت شكيت ان هو في عملت التحرير. فحنا اه يعني اول حاجة اه بنعرفها ناخد تاني حاجة اه بناخد نتكلم على تالت حاجة هنتفكر نفسه بقى يعني نفسه ايه اه اه ازا كان عنده مشاكل في الكلا في الكبد يعني نفكر في نفسه. تمام فاول حاجة بنفكر في تاريخ المرضي بالزبط ايه اللي حصل? الشيء اللي اونر شافه بياكله ولا لا اه. تاني حاجة هنتكلم على اه وحنتكلم بالتفصيل على نفكر في ايه بالزبط. تالت حاجة هنتكلم على نفسه نوع وازا نعمل رابع حاجة اكيد احنا عايزين ايه? عايزين نعمل يعني ايه? يعني ايه? يعني نتخلص من السم ده سواء احنا نتخلص منه ان احنا نديره حاجة تمتصه او نخلي حمان نرجعه يعني اه اه نحنا نقلل الكمية. طب قللنا الكمية سواء بنخليه رجع او بنخليه نعمله غسيل المعدة او حاجات تسهل الدنيا يعني تمشي او دي حاجة اول حاجة اللي بعد كده ننفكر فيها اذا كان هو فيه مخصوص للدوة ده اذا كان مثلا زي الفيتامين كي اللي هي الانتيكواجلن فبتديله الانتيدوت بتاعه الايه? الفيتامين كي. اه تمام? اه دي حاجة والحاجة اللي بعد كده او الانث او اه اه فالستة حاجات دولة المفروض افكر فيهم كل مرة بيجي لحالها ولازم افكر فيهم بالترتيب عشان منساش حاجة منهم لان حاجة منهم ممكن تؤثر جدا تمام? طيب خلينا نحط الستة حاجات دولة كده ايه قدامنا? اه 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 اول حاجة قولنا الهيستري تمام? انا عملت دي بحيس احنا نحطها قدامنا وقدرنا نتبعها ونخليه عندنا في العيادة او ما تيجي حالا نطلع دي ونتأكد ان احنا اه اه ويجو ثرو ايه كل ال البيتس موجودة فيها طب خلينا نكامل احنا اول قولنا اول حاجة في الهيستري عايزة كونفرم الهيكس بوجر. هل هو فعلا اكل اه ولا الاونر متخير النجار وممكن يكون سمه وممكن تيجي حاجة زي كده. اه لانه ممكن يكون جاي لي عنده اعراض اه التسمم بتاع سيم الفرم كلاب. دي بس هو مش 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 نتيجة سيم الفرم. او ممكن يكون بس عنده شوية نزيف بس نتيجة تراما. او حاجات تانية كتير. فحنا عايزين نعرف حل هو فعلا اكل سيم الفرم. الاونر قال لك او انا بستخدم سيم الفرم. ولا الاونر بس دي حاجة. او العكس اللي هو جاي اصلا بينزف. والاونر بيقول لك ما فوش اي حاجة خالص. الحيوان ما فوش اي حاجة خالص. وما عنديه سيم الفرم ويحلف انه ما عنديه سيم الفرم وفي الاخر يكون عنده جوه. تمام? فاحنا عايزين نتأكد من نقطة دي برد. اوكي? سواء كان ده هو اكله. او زي ما اصلا في حالات السموك. او حاجة او حاجة عايزين نتأكد من الهيستري. اول حاجة الهيستري. تاني حاجة ولا هي اهم كل دول تحت الهيستري تمام? تاني حاجة تحت الهيستري برضو مهمة جدا يمكن اهم حاجة في السموم ان احنا نعرف ال دوس. لان كل حاجة فيها او دوس وكل حاجة وممكن يكون فيها تاكسيك دوس. زي ما اصلا من الاكسيكين. من الاكسيكين بنستخدمه كتير معظمنا في حالات البتاريك انتي انفرماتوري في حالات الكلاب والقطط. يعني هنتكلم عليه بالتفصيل بس بنستخدمه كتير وليبل ان هو يستخدم في الكلاب والقطط دلوقتي. بس لو احنا الدوس بيت عالية اتحول لايه? لتاكسيك. نفس الكلام بالنسبة للشوكولت. اللي شوكولت ممكن كلب اكرة شوكاراتة. الدوس بتاعت الكافين اللي فيها او دوز بتاعت شوكليت نفسها اللي فيها انها تسبب اعراض او حسب ارتفاعها ممكن في الاعراض الابر blir سويا. ممكن تسبب 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 ممكن تسبب ممكن تسبب محسيك د nanometer فاحنا عال حسب الدوس. فدوث هي الدوس هي اللي بتحدد كل حاجة في اهم حاجة جدوث. يعني هم انو هيكلمني يقول لي الكلب بتاعه اكلاء هاتو هاتو متشوكليت معي. تمام بيجيب متشوكليت معي بنبص على بتاع الشوكليت بنشوف بتاعها دي. هي زكت هي ملكي شوكليت ولا داركي شوكليت طبعا كل ما كان دارك كل ما كان توكسن بتاعها اعلى. او اه حيات الباكت معك بنشوفها. اه انا جالي قبل كده كلب اكل كافين تابلت كان التابلت بفيها كافيين عشان الناس اللي هما استوائين التروكات وكده بياخدوه عشان يستويك. فالكلب مرة اكل كافين تابلت والكلب ده كان اعراضه قد قوي جدا لدرجة احنا قعدنا اه يعني فشل معك كل حاجة لدرجة احنا خدرناه تقريبا يومين حاطيتنا على عايسو فلورين لمدة يومين كاملين والحمد لله في الاخر خاف بس كدت 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 يعني. فاهم حاجة ان احنا نستابلش الدوس عرفنا الدوس ايه بالزبط? وهنعرح نتكلم ازاي نلوك اوب الايه? التوكسن نفسه. تمام? فحنا نحاول نشوف فطبعا اما شوكولاتة قد كده ولا اه تمام? وانت مش قد كده بس الكلب قد كده ولا قد كده ولا قد كده. كل ما الحجم كبر كل ما الدوس اختلفت. فاحنا لازم نحسب الدوس. تمام? ده بنقصد الهيستري اللي بناخده. ايه تاني بناخد في الهيستري بتاع بتاع نفسه يعني? اه بنشوف اه يعني ايه? يعني مسلا في حاجة انا باخد منها جرعة وقعد وقتي وباخد جرعة بعد بكرة. وقرعة بعد بكرة فبيحصل زي مسلا اللي هو بتعتمد على يعني حاجة بتتراكم في حاجة او ان هي حاجة زي مسلا بتعتمد ان هي مرة واحدة بتعمل فاحنا محتاجين نعرف اذا كان انا واحدة واحدة الحاجة بتتراكم عندي زي مسلا والزينك الحاجة دي بتتراكم واحدة واحدة ولا هي حاجة اه مرة واحدة وخلص تمام? اه الحاجة اللي محتاج اعرفها برضو هو الحيوان اكل الحاجة دي من امتى من نصف ساعة من ساعة من اربع ساعات مبارح محتاج اعرف هو اكلها امتى? عشان بناء عليه اقدر احدد التوكسين هيشتغل امتى? زي ايه كلب اكل جالي قبل كده كلب كان اكل اللي هو كان التوقع ان البيك بتاع التوكسين هيبقى على اه حوالي اتنين وسبعين ساعة فانا لو جالي كلب النهاردة وعملت له انزيماتك كده طلعت زي الفل وما فيش مشاكل وروحته انا كده عندي مشكلة ليه لان هو بتاعه هيحصلي بعد اتنين وسبعين ساعة فده لازم ببقى انا عارف هو اكله امتى? وبناء انا علي من معرفتي التوكسين ببقى اعرف التوكسين بيحصل له امتى? تمام? اه لازم اعرف الموجودة عند الحيوان يعني ايه? يعني ممكن الحيوان جايلي ما عندوش اي سين خلص هو اكل الريمادل دلوقتي ولا عندو اي سين. ما عندوش اي مشكل. هابدأ السينز اشوفها امتى? هابدأ السينز اشوفها اول حاجة بتحصل للجي اي سيمتمز. لان التوكسيك دوس بتاعتي الجي اي مثلا قبل التوكسيك دوس بتاع الكيدني. فهو معنى كده ان هو لو لو دوس اه هاي ناف ان هي تسبب كيدني فهي حتسبب جي اي الاو بعكاها تسبب ايه كيدني. تمام? ولو هي مش نات هاي ناف تسبب كيدني ممكن تسبب جي اي بس او ممكن بتبقى اي حاجة اه ميلد. فمحتاجين ان يعرف السيمتمز احيبقى فيه سيمتمز ولا لا اممكن اقش فيه سيمتمز خاصة في محالة ارانية. ممكن اه اه لو في سيمتمز ازا ما عرف بتاعها. فبسأل هل السيمتمز زيت اي كتويسة وبدأت تسوق او بسيطة وبقت تزيد ولا السيمتمز كبيرة وبدأت تقل ولا زي ما هي ولا ما فيه سيمتمز خالص. فده من من ضمن الحاجات اللي انا بحاول في ايه في الهيستري. فانا قلت كده ده بصفة عامة ده الهيستري اللي بعرفه مع اي ايه مع اي اسم بيجي لنا. تاني حاجة هنتكلم عليها اللي هو الهيشنة والانفارمت. بقولنا الحاجة الهيستري بتاعت الامتة والزيه وكده يعني. تاني حاجة الهيشنة والانفارمت. الهيشنة. 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 يعني لو الهيشنة مثلا بريد سبيسيفك. زي ما قلنا الشيلتي او الكاليز. الاتنين دولة بيكون بتاعهم الايفرمكتين قوي جدا. ما بيحبوشوا ايفرمكتين. تمام? فممكن يكون جرعة ايفرمكتين في البريد دي هتعمل تسامم اكتر من البريد التاني. فنا لازم اعرف البريد ايه بالزبط. تمام? لكل طبعا لكل تاكسين. اه لازم اعرف الانفارمت. هو مثلا السم فيه السم الفلاني? ولا فيه كزا نوع سم? يعني بسأل لي اونر طب هو انت عندك اه عندك ايفرمكتين هل ممكن يكون عندك برضو اه ادوية تانية محطوطة يكون الحيوان جالها? ولا لأ لان فيه ساعتي ولا اه ده انا صح عندي كزا 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 كزا. طب طب معلش روح البيت دور وكلمني في التليفون اقول لي ايه اللي بيحصل بالزبط. بحيث بقى انا عارف لان هو الحيوان مش هيقول لي هو اكل ايه. تمام? اه ده بالنسبة للايه? بالنسبة للحاجات الوراثية. يعني مسلا ازا كان الكلب عنده فاكيد بتاعه للتوكسنز مش هيكون زي حيوان سليم. كزلك لو عنده حاجة مسلا او كدني ديزيز او او بصفة عامة او كدني ديزيز او على تمام? اكيد مش حاجة زي مثلا ايه زي مثلا حيوان حاليا محطوط على كورتيزون بياخد عنده سكين بروبلمز والاونر نسل او البروفين بتاعه او الانسترويد المحطوط على جنب والكلب اكله فهو الجرعة اكسبتابل مسلا افترض انه لا نسل متا كام بتاعه او ملاكس كام محطوط على جنب والكلب راح اكله. تمام? هو ممكن تكون الملاكس كام دوس اللي الكلب اكلها اوكي بس عشان الكلب بياخد كورتيزون عشان الاسكين بروبلمز اللي عنده فكورتيزون ستيرويد مع نانسترويد هعملي سيفير جي اي بروبلمز ولا لازم اكت اكورين لي. تمام? فزي اهمية اللي انا بس تقلل السؤالة دي كلها وباخد الحاجات دي كان الحيوان والتوكسن او البيشينت والانفيرومنت اللي حواليه. تمام? طيب اه الحاجة اللي بعد كده بعد الانفيرومنت تمام? يعني ايه? يعني اعرف اذا كان فيه او فيه مثلا يعني اقول له طب هو انت عندك حيوانات تانية سعاكش كان بيجيلي حالة يقول لك هو في كلب منهم اكل احتمال يكون ده او ده او ده تمام? فهو مش عارف اني واحد او بالعكس هو ممكن يقول لي تعالى الكلب ده اللي كان سمي الفران سنقول له طب اوكي طب انت عندك واحد تاني يقول لي اه طب اش عارف انت تانية ماجهلش لأ اصلا وقت تانية محترم طب هو محترم يعني ايش دمانك انت هو قال لك انه محترم ولا هو حلف انه محترم وانت متعرفش فانا لازم اتعامل مع او هو عنده اطفال طب هو ممكن الاطفال دولة يكون احتعرضهم للتوكسن زي بالزبط الحيوانية فالازم الحاجات دي كلها اكون عارفها من الجزء بتاع في الهيستري تمام? طيب انا جمعت الهيستري جمعت عرفت ايه اللي بيحصل اخده امتى وفي اعراض ولا 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 تعبقى نتكلم على نفسه نوع نفسه نوع السم نفسه اللي هو عرفه انا دلوقتي خاصة عرفت نوع السم ايه اسمه ايه? هعمل سرش. طب حعمل سرش فين? عندنا كزا حاجة نقدر نعمل في سرش. اه لو حضرناك موجود في امريكا فيه وفيه 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 حاجة تبعة الاس بي سي اي اه بوزن سنتر. فيه كزا بوزن سنتر. دولة غالية ما بيقوا بفلوس تمام? يعني بتوين خمسة وثلاثين لخمسة وسبعين دولار مسلا. تمام? في المكالمة. وطبعا مش المكالمة بس المحرك بتتصل بيرد عليك توكسيكولوجست واحد يعني ده وظفته مش مجرد توكسيكولوجست. تمام? اه طبعا هو عندك توكسيكولوجي بوك. ده لازم عندك توكسيكولوجي بوك مش اللي هو عندك. او هتبطس فيهم. طب الخطوة الاولى. الخطوة التانية ان انت عندك مسلا اه بتبطس فيهم. طب بتعمل او حتى او حتى جوجل بتدور على السم دوت في ايه. الانترنت هتلاقي فيهم حاجات كثيرة جدا. جس ميك شور ان انت بتدور على اللي فيه الابروبيت انفرميشن. اه فيه جامعات كتيرة يعني فيه مسلا جامعة كورنيل تقريبا اه كولورادو عاملين في الويبسات بتاعهم تحط عليه السم يقول لك فيه ايه بالزبط. حاجة مثلا زي عندهم في حاجة اسمها تحط 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 نوع الكلب سنه وزنه اه اكلت ديت شوكولت ديت ملك ولا دارك ولا سمي سويتين ولا سويتيند ولا بتاعة بتاعة الطبيخ ولا 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 وهو يحسب لك الجرعة وفيها الشكل الظريف كده لو الحيوان مثلا في الاول اسهال هيعمل لك اكيد ان هتعنده اسهال لو الجرعة بسيطة متوسطة مثلا لو الجرعة شديدة شوية هيطلع لك الكلب عامل كده عاملين وكده لو الجرعة عالية هيطلع لك الكلب ميت تمام فهو يعني ايه طبعا بيقول لك انت الجرعة دي بالزبط هو اكل كام فبيحسبها لك بيقول لك الديماشي ازاي فمجرد ان حضرتك اخذت الهيستري وعرفت البيشنت والانفيرومنت وعرفت بتروح تدور على ويب سايت من دولة وبتقدر تعرف او او كتاب لو عندك كتابة ان شاء الله يكون عندك او كتاب اي ار وبتدور وتستابلش الجرعة اللي هو اخدها دي سامة ولا مش سامة الاعراض بتاعتها هل هي ميلد ولا مودرات ولا سيفير طب الاعراض ديت هل هي جي اي ولا كيدني ولا ليفر ولا كوردياك ولا نيرفرس ولا ايه الاعراض اللي هتحصل بالزبط فبدأنا عليها بحدد نوع السن الحاجة اللي اللي ليموني يقول لي اكل اللي هو كان الراجل عنده وكانسر وكده وكان بياخد الكريم ده فانا طبعا ما عرفش يعني ايه ده ماشي اوكي ادور بقى فهو بناخد من تكسيكولوجيست تكسيكولوجيش قال لي او احنا شفنا مش عارب عشر حرات من ديت قال لي تسعين في المية منهم بيرجع دم وبيموت بعديها وبيحصلوا وكده وفعلا الكلب ده ما قدرناش يعني تمام زي مسلا الحالة بتاعة الكلب الاكل كافيين تابلت كماعي على التليفون قال لي اه طب جرب دي ما نفعتش طب جرب دي ما نفعتش طب جرب دي ما نفعتش عادنا نقرب كل حاجة فقطنا في الاخر خضرنا الكلب اليومين كاملين والتكسيكولوجيست كان معي الكلب اليومين دولة كاملين على التليفون بنفس الكونسلتيش يعني هو دفعنا له مرة واحدة وخلاص تمام اه اللي بيحصل الكونر بيكلم بيعمل الكونسلتيشن بياخد كيس نمبر بعد كده انا كفت بتصل بالفون نمبر دوت وباخد بقول له كيس نمبر وبيديني الكونسلتيشن آآ عادي وبيحسب هالي بقى اذا الكلب على ميديكيشن تانية بقول له في كذا كذا طب الالكتوريت مش عارف ايه طب الحق زود ده طب نقص ده برضو ده يعتبر ساعات كتير يقول لي الله طب انا عبدت فعلك ليه وحدفع لفت تاني فبعنا بحيام ولا ده 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 حد متخصص سموم بيساعدنا في بتاعته زي ما انت بس عم بيجيلي انا في مشكلة في العين بعملها بس او يعني اي تانية يعني فانا بياخد تمام معظمهم بيكونوا حابين هم عملوا حاجة زي كده انا عارف طبعا لو في دولة عربية ممكن ده اكيد كبير بالنسبة لهم فيبقى احنا عندنا ايه عندنا الاين واكيد في الاين هنلاقي بس لازم نعمل ارجوك ما تعتمدش على الذاكرة وما تعتمدش على الخبرة كل مرة اعمل بتاعك شوف وشوف السيمتمز بتاعتك ايه هل انت على ال جي اي تاكسيك ليفل ولا انت عدت ال جي اي ودخلت في الكيلني ولا انت دخل في انهي تاكسيك ليفل بالزبط تمام طيب آآ محتاجين نعرف كل دواء احنا احنا بنكلم على التوكسين بقى الوقت تمام محتاجين احنا عرفنا بتاعنا وعرفنا التوكسيك دوس اد ايه تمام والتوكسيك ليفل بتاعه ايه محتاجين نعرف اللوست نون توكسيك دوس versus الليثل دوس ففتي يعني ايه في حاجة اسمها اللي هي الجرعة اللي بتنوت نص الحيوانات يعني ما لنزعه بها قوي مش هي المهمة قوي اكثر من اللوست نون توكسيك دوس زي ايه زي انا برضو مقرد رجالي كلب اكل عينب فتوكسيكولوجيست قال لي بص هو احنا ان احنا خمس عنابات اتلهم اه كلبه قبل كده خمس عنابات بس بس يعني بس كان كلبه صغير طب بتاع العنب ايه محدش عارف اه هو كدني بس ازاي بقى مين بيحصل طب ليه احنا بمحصلناش مشاكل هم بيحصل لهم الله اعلم او انا على اقل انا معرفهاش بس او اللغاية اما كنت اتكلم ولكن الفكرة ايه الفكرة ان اه 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 خلاص يبقى انا دلوقتي عرفت انا عندي للاقل حاجة ممكن تعمل تسمم لاني مش حاوز اكتر حاجة زي امسلا في الايه اه محتاج حبة بسيطة قوي زغرين جدا عشان يعمل تسمم فبالتالي هو اكل بلوك كامل وخليته رجع وشفت البلوك المعظمه رجع لك وديته تشاركول وديته وديته لازم تعاليك برضو ليه لان حم الحبة زهرين دولة ممكن يعمل لك مشكلة بعد كده لان انا خلاص عرفت كام تمام ساقة باكت لازم تاكسيك دوس لازم تاكسيك دوس تمام الحاجة التانية محتاج اعرف يعني ايه يعني دلوقتي الكلب ده او الحيوان ده اكل سم طب السم ده هي حيوان في الجسم قد ايه حاضرة بمثل كان جالي مرة اه هو مش جالي هو كان جالي مرة حد من الزوم من حديقة الحيوان وقال لي ان في دولفن كانوا هما اه عشان ده طبعا في امريكا وكندا لاحظكم مشغلين هناك بنستخدمه زي اللب هناك يعني اه تشامدول وفري سيف فبنستخدمه كثير جدا فهم الدول اللي ايه لل 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 دولفن دوت كان دولفن تقديمي الدول اجتما دول وجولي العياد عشان ياخدوا ما عندي نالوكسون اللي هو بتشتغل اه 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 كان برضو قبل كده جاء لي حالة تسمم من ال كان كلب لحس كان الفنتنال باتش محتوى طوله على الجلد بتاعه عشان كان عامل وهو لحسها اما لحسها في حس ابزوربشان عليه جدا فكان احتاج برضو نالوكسون فانا محتاجه اعرف التوكسن اللي اديته بتاعته ايه بيقعد في الجسم اديه والانتي دوت بيقعد في الجسم ادي ايه تمام يعني مسلا تشامدول مثلا بيقعد اربع ساعات في الجسم تمام طب النالوكسون نص ساعة اللي هو الانتي دوت فانا لو اديت الكلب جالي اخد اوبيت وحصله تسمم من الاوبيت كما بقى فنتنيل وتيفر اوبيت هو اخده وانا اديته نالوكسون بقى زي الفول اللي هو ريفيرس تمام تمام روح روح بقى ايه ده النالوكسون بتاعي خلص ده النالوكسون قعد معي نص ساعة بس بينما تشامدول اللي هو اخده او الاوبيت او المورفين او 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 لسه موجود في الجسم يبقى انا كده خداعة نفسي فانا لا محتاج اعرف الهاف لايف بتاع التوكسن ايه? هيقعد بقى ايه? خليني اعرف هيقعد في الجسم اد ايه? هاد في الجسم ساعتين اربعة ستة عشرة طبعا اد ايه ده بناء على الدواء نفسه وبناء على الحيوان لان ممكن الحيوان نفسه كعنده مسلا عنده كدني فبدلا من الحاجة هتوعم معي اربعة ساعات هتوعم معي ستة ساعات تمام? طيب فانا هم بدي بقى ان الاوكسون بتاعي اللي هو كل نص ساعة اللي بقى انا بقى عضو في المستشفى وكل نص ساعة بدي له ان الاوكسون او كل ساعة يعني حسب السيمتوم زي هتطلع ايه بالضبط وحسب المونطور البداعي وحسب وحسب. حاجة مسلا توكسن مسلا بيدي اه اه بيعمل اه هايبوغلاسيميا زي ايه? زي انسولين. يعني حد اد اوفردوز انسولين ما ده توكسن يعتبر سيم. اه مرة مسلا كان بيجي لي او كمان او كان بيجي الاونر ادى الانسولين ومسلا مراته جات ادت انسولين برضو. فالتنين يدو الانسولين فاللي حصل ايه? فانا جاء لي الحيوان فالديتو ايه? الديتو انا الديكستروز اللي هو اعتبر ماشي او مش الانتدوت بقى اللي هو اعتبر يعني تمام? اديتو السكر فالسكر بقى تمام والحيوان زي الفول بس الانسولين اللي هو اخده ده هيقعد شغال في الجسم كتير فلازم يعالج فترة طويلة. فعشان كده انا حطينا هنا كده listen to the history observe and treat. تمام? علش انا يعني ايه? السلايد دي حاول ازباطها شوية وارتبها افضل من كده. الترتيب مش عاجبني ايه بس listen to the history observe وانت بتسمع انت شايف الحيوان قدامك. ولازم وانت شايف بتtreat treat a life-threated and condition. يعني ما استناشى بقى ما استألوا الثلاث سؤال دولة لو هتم تريد هو مثلا هيبوغليسيميك سيجر لأ ادلوا دكستروز وبعد كده لو هو هيبوغليسيميك سيجر او ادلوا مثلا دكستروز او ادلوا مثلا فاليام لهو مثلا سيجر نتقيه شيئا او انت بتتكلم مع الاونر يعني ال life-threatening condition تتريد لو عندو اريثميا مثلا عندو ايه بد اريثميا او او life-threatening اريثميا مش حاب بقى اشوف طب هتكلم مع الاونر وحكي قصة حياتي عالج وانت بت ايه بت observe وانت بتسمع الهيستري بقى listen to the history observe entry to the same time تمام. فاحنا قلنا الهيستري وقلنا الpatient والenvironment وقلنا التوكسن نفسه. هتعبقى ان اتكلم عالدي كنتمنيشن. احنا دوقتي عرفنا هو اخذ ايه؟ انا بقى دلوقتي عايز ايه؟ عايز اتخلص من السم دوت. وعايز ادي الترياق او اللي هو ال antidote. وعايز اعرف اعالج لمدة دي. خلاص? فالdecontamination فكرتها ان انا بقلل ال amount. وبقلل absorption وبزود الاخراج. تمام? طيب اقل ال amount ازاي? اقل ال amount اخلي رجع. اللي هو مثلا اميسيز. بتديره حاجة خليه ترجع. اذا كان اذا ما كانتش يعني مثلا هو اكل حاجة فيها ازايز. ما ينفعش خليه يرجع. هو كده خلاص الدنيا شرب جوه. اخذ حاجة very sharp. ما ينفعش خليه يرجع. اخذ حاجة حاجة حارقة. ما ينفعش خليه يرجع. هو اكل الحاجة هو 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 مثلا اكل حاجة فيها او حاجة فيها حشيش او او ماريوانا او 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 وهو سيديتت كده ودويا. هتديره حاجة رجع ممكن يشرق لان اكبر رزق من الترجيع ان هو يشرق ويحصل له aspiration pneumonia. فلا ما ينفعش. فلازم اعرف هل ينفع خليه يرجع ولا لا. لو ينفع خليه يرجع وما فيش اي control indicated ان هو يرجع. هخليه يرجع. تمام? طيب. هل عمل gastroclavage? ممكن اخضروه عمل gastroclavage. تمام? او ازا كان هو مثلا حاجة على ال skin زي مثلا ال anti parasites اللي هو مثلا ال flea with tech medication. بجيب له اللي هو بقى اللي بحميه بال detergent اللي هو detergent. تمام? اللي هو بيخسله به المواعين او الصابون اللي بيخسله به المواعين اللي هي الدش اللي هي الاواعي. او ال dashes صح كده? المهمة ده بيكون قوي جدا انه بيطلع كل الطبقة الدهنية من على الجسم. مش هديره بقى مش هعميه بشامبو. لا انا هعميه عشان نشيل كل ايه? الحاجات اللي انا حطيتها دوت. اللي اتحطت علينا. تمام? اه هنتكلم ازا كانت هي او ديوريتك ان شاء الله في دي كنتاميناشن. ده جزء الدي كنتاميناشن. تمام? الدي كنتاميناشن هنتكلم برضو هليتعامل في البيت ولا في الهسبيتل. هو كده كده لازم يجي لك الهسبيتل. بس الفكرة ايه? ساعات ممكن تقوله طب تديره كده في البيت وهاته في الطريق. بس انا ما بنصحش كده بصراحة الا لو انا شاكك ان هي فعلا النص ساعة دي هتفرق. لو انا يعني معظم عبال ما يجيب الحاجة اللي هيخليه يرجع بها ويدهاله ويرجع ويمونتر وبتاحك ويحطه في عربية وجالك. تمام? طب لو هو بقى موجود في منطقة رورال. او منطقة مش هيقدر يوصل لدكتور بيتاري. او خلاص بقى انت مدلوف نوير وهو والكلب على سطح الامر مثلا وفيش حد تاني. فخلاص بقى ساعة بقى يجيب ايه? اه ازازة اه هايجرين بروكسايد ويديروم انا هنتكلم زياد الوقت. تمام? فالحاجات اللي بتحصل اتهم او حاسب او اد حاسبتل. تمام? اه ام ده كان فاحنا قلنا فكرة ان احنا بنقالل الامتصاص بنزود اه سوري بنقالل الكمية اللي اتبلعت وبنقالل الامتصاص زي تمام? اه 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 بنزود بيمتص والسوربتول بيزود الايه الاخراج. اه بسهل الدنيا يعني. تمام? احنا نكلم عنه دل ده دي بالتفصيل ان شاء الله. ده الحاجة اللي بعد كده بنحنتكلم على الانتدوت او الانتدوت اللي تكلمنا عليها ايزا كان حاجة لها انتدوت معينة زي مثل نالكسون للاوبيت بصفة عامة. اه اه حنقارن دوت بالتوكسن كهاف لايف اتسالف عشان نقطر نعرف حنعالج لمدة قد ايه زي زي سميل فرين هو اكل رودونتسايد انتكو اجلان اتقه lie程 دوت. هيعรود في الجسم ايه سا enfermed نقف حوالي ا잖아 او ثيرد جينریشن من ثلاثة الاربعة سبع موجود في الجسم السم مهما انت عملت. فبالتالي يما تديرو فيتامين كي purpose بتاعو. الفيتامين كيös حول في الجسم د Cy. بيقعد يوم ويمن بالسلامة. تمام? هو هيقعد يوم فلازم تديرو كل يوم. افضل تديرو كل يوم كل يوم. كل يوم غاية اما الاسبوعين او الثلاثة او الاربعة بتاع السم يخلصوا تمام لو انا اديت الفيتامين كي قاعدته ادوله عشرة ايام عشرة ايام كويس تمام موقف الفيتامين كي هيموت هينزفه هيموت لان السم اللي هو اخده هيقض في الجسم المدة دي لمدة اربع سبيع فلازم اكون انا عندي دراية كاملة اكثير ايام بالايه بالهيسطرية بالهيسطرية والتوكسين علشان اقدر اعمل الدي كنتيمي الشن السح وادي الانت Hulk السح او ا في اعرف اوه لاحق قتم تقترب و ع Snake cycle اه اعرف حجية التوجيا فيه نحاته فيه البيش وizin with blood work لازم اعرف ازاي و امتا و انا حنكلم اعمل في التفصيل ان شاء الله انا مش عايز اعمل تست مش محتاج اعمله ولازم اعمله لما يكون لازم اعمله تمام فحنتكلم امتا نعمل تستنج للايه للردنتيس ان شاء الله الاسلاد دي حاول ازبطها شوية كده ونقاحها وان شاء الله نزلها بترتيب افضل من ده ان شاء الله بإذن الله في الريسورسز حتى موجودة ان شاء الله مع الجوجل درايف وفي جوجل درايف عليكم الريسورس بتاع المحاضرات مزاعدة مبدأنا ان شاء الله حيكون عليه كل حاجة بإذن الله طيب خلينا نتكلم على احنا قلنا خلينا نتكلم على خلينا نتكلم على او ازاي خلي الحيوان يرجع هو الحيوان اكل السم اي مكان السم فانا قررت ان خليه ان سيف ان خليه رجع وقررت ان انا هتجيله حاجة عشان يرجع دايما يفضل تكون من اول مثلا في اول ساعة لغاية بعد الفور اوارز بتوقف اكوش ناول شوية ازا كان الترجيع هيكون او لا انا شخصيا بخليه يرجعه اللي تقدر تتخلص من السم اتخلص منه تمام مجرد ان هو ارجع بحاول اشوف الام اول انت اللي طلعت اقدي ايه بالزبط وحاول افصص كده في الترجيع اجيب بحقية كده وحد ما بيقرافش ونقدر ايه ندور في الترجيع ونشوف ايه اللي احنا شايفينه لان ممكن نلاقي حاجات تانية او حاجات غريبة او ما نلاقيش حاجة بس على الاقل عملنا لقينا ايه بالزبط اه بنخليه رجع اه في البيت او في كلانك احنا اتفقنا دي ولا دي ولا ايه وكده اتفقنا ان اصعب او اعلى من قبله اعلى من قبله في حالات الترجيع افاده ببقى جاهز جنب الكلب او القطة وحوطت عيني عليه كده وتأكد انه هيرجع عشان لو حصل له اي مشكلة بكون جاهز انا بالتيوب طبعا عندي ايه لازم ايه كلب هتخلي راجع عندك ايه عشان لو حبيت ايه تخدره في ساعتها تخدره وبقدني معاك تمام يعني انا دايما اه ما اعتقدش موجود في مصر ولكن اه كندا وامريكا ده يعني كان زمان بيجي تابلت كده او ديسك صغير وكلنا بنحطه في العين في الجفن من جوه ونقفل ونسيبه شوية وبعد كده بنغسل العين بسالين اه فلاش وهو بيبدأ الحين يرجع بعدها بخمس داقيق عشر داقيق كتير بعد كده بقى لصيدرات يعملوا من بوينت او ثري تو بوينت او فور ميك بر كيك طبعا كل دولة بتيجي للشوين في غير التانية يعني في كهدا هتلاقيه غير في امريكا ممكن في ولاية غير في ولاية تانية فانت لازم تحسب السترينث بتاعك سعب بيجي 2 ميك بر كيك 2 ميك بر ميل وسعب بيجي 10 ميك بر ميل وسعب بيجي 1 ميك بر ميل مهم احسب التقراب بتاعتك هدا يما كنت ابدأ بوينت او ثري ميك بر كيك اي في كانوا برجعوا تسعين فيما برجعوا تسعيتها لو مرجعش يبريبيت الدوس تاني تمام فاحنا قولنا 0.03 ميك بر كيك يعني 0.03 ميك بر كيك 0.04 ميك بر كيك دا اي في وساعات ممكن up to يعني double dose يعني اي في يعني ممكن 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 اريبيتد تمام لو حبيت بس هو بصراحة معظم وقت ممكنش بعديل 0.05 ميك بر كيك في حالات الاي في اه لو ممكن تعليه دوس لغاية تقريبا تضعف لو 0.08 ميك بر كيك او لو هتستخدم الديسك اللي هو تحت العين دوت اه تحط من اثنين لستة ميلي جرام للحيوان كله تمام طيب القطط بقى القطط دي بقى ايه انت ونصيبك القطط بصراحة ترجيعهم مؤرف جدا والحاجة اللي يعني كبتتجيب معايا زي لازين وده الحالة الوحيدة اللي بستخدم فيها زي لازين في حياتي صحة في القطط او في الكلاية بصراحة اللي هي بس وهي من حولة اللي هي من حولة اللي هي من حولة للقطة وكب ترجع في حالة العشرة دقيقة وبصراحة لو ما رجعتش غالبا ما بترجعش تمام اه اممم. اممم. أممم. اممم. بعد كده باليهم في. آآ ما بحبش القطة بقى سديد لانه وخاصلا لو اضطرت الجرعة كمان بتلقط على فلات كده وانت تبقى خايف طب هي سديد طب هترجع لزا وهي سديد طب في حصلها. في القطة بده مقرفة شويتين تلاتة. برضو بشتار في قطة رساعة للا. بسيارة القطة بصفة عامة مقرفة. طيب. الاونر بقى موجود على كوكب تاني وما فيش ايضات باتارية حواليه والدانية بايزة وانت كتبت في الريكورد ان هو موجود وما فيش ايضات باتارية وراجل حلف لان هو استحالة ومساءة حياة وموت كنا سعب بنخليني يدي اللي هو مية اكسجين بس انت افريش يعني شو عنده بس ايضات مية اكسجين قاعد عنده بقى لها سنة او شهر او مفتوحة لان الاكسجين بيتبخر فبتقى مية عادية فانت لازم ازازة يفتحها ماشي وياخد منها من ماكسمم خمسين ميلي للكلب او عشرة ميلي للكات في ناس بقولوا ماكسمم تلاتين ميلي للكلب. المهم انت تتديلو شوية ويسيبو رجع رجع ما رجعش يدعو عشر دايق. الفكرة في الهيضجين بروكسايد هي بتعمل فبالتالي بيرجع. كان ساعد بيرجع كتير يعني رسي الفكرة هتعمل يعني برضو مش بس لو ما عندكش حاجة هتعمل ايه. تمام? في ناس بيدوا ملح. طبعا انا مفضلاتش ملح. انت بتدي ملح وخاصات الانحانات زغير انت بتدخل نفسك في الشكل من هاشي لازمة لان انت ممكن بقي حصل لك بقى سوديوم بتاعه اه يعلى جدا وتخش بقى في رشح على المخ وحاجات كمال هاشتازمة يعني ايه انا مفضلش خلص بملح نهي. اللي قاتل منه شوية اللي هو اللي هو اللي هو نفس القصة اللي هو المسح. سابون سائل سابون سائل. اه تلات معلق شاي كده. انا رجع لتر مية. ونجي حوالي. اه تن مالي الكيلو. تمام? هو يعني اه. سوري. ابدأ حبة صغرين. ابدأ يعني ممكن تلت الجرعة دي مسلا تهات اربعة ميلي وشوف ده ماشي ازاي. اه وتجيه حوالي تلت ساعة بال ما يرجع. برضو الفكرة ان هي بتعمل وبتخليه رجع. هي مية بصابون. تمام? طيب. اه في حاجة اسمها اه ابي كاك دي بصراح ما استخدمتها قبل كده. سيرب اه تا بي موجود في امريكا برضو. بيخليهم يرجعهم اه لو ديتول. تمام? اه يعني الحاجات البدائية دي بيستخدمها الانر في في البيت. بس ما ما مصحش بها تماما. المفروض ترجيع يكون موجود في الحصب ده لتحت اشرف فيطاري. لانه ممكن اولا هو رجع وحصل له اسفريشان. حيب انت لا يقول لو انتو اضروح اخر رجع. او لا جدا اللي قلتلي. ما تليش يجيبه المستشفى. فلأ انت بتنصح انه يجيبه المستشفى طب ما فيش طب استحالة طب ما عرفش ما عنديش عربية ما عنديش وسيلة مش عارف اجيه لك استحالة اجيه لك كلبة هيموت هشوفه يموت يعني هقول له خلاص طب اتديره ايه? هلجون。 وربنا دونت رسطل. ال Şurcoall اللي هو آ يعني يعني. يعني يعني فحم. بيحرؤوه بطرقة معينة كده ويحطوا عليه مش عارف ايه كده اسد ايه وبتاع يضبطوا الدنيا يعني بحيث بيكون الجرام الواحد منه التالي ما هل appearing حيو وصل لقي liar طيب انتما تديره اكتيفيتيت شاركول ده هيمتصق اي سم هو اخده اللي هو الفحم يعني طيب لازم لازم تدي انتي اميتك ليه بقى هو الكلب يجالك تديته ابو مورفين فرجع اما تديره بعد كده اكتيفيتيت شاركول فهيرجع اكتيفيتيت شاركول اكيد يعني تمام فديره حاجة زي مسلا سيرينيا او حاجة زي في الحالة دي اللي هو يعني وبخليه اه اديره ربع ساعة او تلت ساعة كده بس ايه الدنيا هنا عنده ورح بتديره بقى ايه بتديره ايه بتديره اكتيفيتيت شاركول وممكن اديره مع شوية اكل صغيرين لو هو طعمه مش حلو او مش هيستسيغه فيك لا بساعتها اغبية تهطله تشاركول وروح شاربه ونفرش مساكل لكن لو ما شربهوش بتديره ايه شوية اكل طبعا يفضل او صح تديره مش ولا كابسولة لو هو ما كابسولة فتحها واضربها في ايه في مية يعني كل جرام على خمسة ملي مية تقلبهم كويس وتديره للحيوان برضو خلي بالك ما يعملش اما تديره الحاجة دي اللي ممكن بعد اربعة لست ساعات ازني ايدا كل سم حنتكلم عليه بالتفصيل تدي ايه بالزبط وهو بتدي ايه واتدي ايه بس هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله انا حبيب بس هتكلم كده كده. في بقى حاجات تانية حاجات اللي زي الصور بتقول. طبعا? الصور بتقول اللي هو هو الفكرة في الصور بتقول اللي هو هي. طبعا? حاجة زي كده هتسهل الدنيا. يعني انا دلوقتي الفكرة في الشارك والاول اللي هو الفحم. اما انا لو انا مسلا بلعت سم. وبحكيها بلعت الفحم. فالفحم هيروح يستولي على السم. طب هو قعد ماسك السم. لو الفحم ده ما خرجش ما حصلوش اخراج. في ايه اللي هيحصل? ممكن جزء منه يمتص تاني عن طريق الامعاء. او يسيب السم او. فانا بالتالي لازم اسهله الدنيا. فالصور بتقول هيعتبر مسهل كده. تمام? هياخد الدنيا ويمشي. يبقى انا زي ما اتفقنا انا قللت الكمية ان خلته يرجع. اديته حاجة يمتص السم. وديته حاجة عشان تساهل الاخراج. يبقى انا ما بمشي الايه? بمشي الدنيا. اه لو هتديه بس سوربيتول بالذات لو كلب صغير هتديه شاركول او سوربيتول يتأكد من بتاعتك. خليه وعمل له وخاصة هتديه كميات كبيرة والدنيا كريتكل فبتعمل له وبتعدها عشان بتاعته عشان ما فيش حاجة تعلم منك او تقع منك. تمام? وبالتالي بيبقى والهايجريتيد برضو عشان ما يحصلوش هايبوفاليميا او او كونستيبايشن. او يحصلو مشاكل تاني عنده مشاكل في القلب او 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 تمام? فتأكد بس ان هو والهايجريتيد. اه وساعات كتري بندير فليويد زمع الحاجات دي اه اي في فليويد. اه اه سوربيتول برعاته 3 مجبر كيج. ساعات هي بتيجي اصلا حاجة مسلا بره في امريكا اسمها تاكسيبان او تاكسيبان بلاس او بقى اشوفها اللي اسمه ايه اللي براين نيم يعني. اه بس اه اه بسعاب بيجي اللي هو بالسوربيتول او من غير السوربيتول. الساعة احنا كنا في الاول نور دقاص اول جوار عديها بالسوربيتول بعكاية تانية جوار عديها من غير. احنا هيك عامة كل سيمة بالتفصيل ان شاء الله ممكن نتكلم عليه اه مور ديتيلز ان شاء الله. اه ام. ده بالنسبة لل اه اكتيفيتيت شاركول. تمام? طيب بالنسبة للجاستر كلافاج. الجاستر كلافاج. احنا اتفقنا ان احنا بنخلي الحيوان يرجع واتفقنا بنخليه يرجع ازاي? ونجد له اكتيفيتيت شاركول ده الحيوان ده الصحي. طب في حيوان لسبب او لاخر هو الحيوان اكل حاجة ومدروخ. بس انا برضو عايز اعمله اوكي? انا شخصيا ما بعملش كتير او زمان بعملها بس بتعملها كتير بشراحة. اه هو مشاكله ايه? مشاكل انت بتخدر الحيوان. وبتدخل انبوه بقى وبتقدى بقى تكوب وتنزل وتكوب وتنزل وكده. في بيبقى عالي. لو هتعمل كده لازم لازم ولابد يبقى عندك يكون عليها كف والكف يكون مليان عشان ما يحصل لكش ايه? دي حاجة حاجة تانية بتنزل بتاعته تحت. يبقى بتاعته لتحت. عشان لو حيرجع ينزل لتحت. آآ وطبعا thirtyaiath anesthesia لازمي ايه بتخدر لانوت هي وانفع هذه اهميه كفقت حوالي عشان اميلي اام مية اها ما عادية لو هو كلب كبير. لو كلب صغير يفضل تديرو saline او Afu اي evaluاتي or العبشة في الايه في الالكترائز بتاعته. تمام? واتفقنا ان اكبر ريسك عندي اللي هو الاسبريشن اه اه نيمونيا. اه وان احنا نمونتوري لايت ومونتوري تيمبريتشر بارد لنساعات عمل انت بتعمله لفاج عمل بتخسر الدنيا في هيبو ثيرميك وخاصة انت مخضره وحطه على الستانل ستيل تابل وي وي. اه ده بالنسبة للايه للجاسر لفاج. اه يعني حوالي تسعة وتسعين في المهم الحالات اللي شفتها كنتو خليه ويرجع وخلاص. وهو بياخد الابو منه فيه وبيرجع. تمام? الحالات للافاج يعني مش فاكرة بس احملتها بس احملتها رائل جدا يعني. اه لكن هو الاميسيز بيشتغل زي الفل وهيرجع ان شاء الله وبعد كده تديله وتديله اه حاجات تانية واح نتكلم عليها ان شاء الله في وقتها بعض السموم بندلها زي ما سعنا لنانسترويدل بندلو عشان يزبط الكلة بندلو يعني عشان الكلة تشتغل عشان نتخلص من السموم ديت. سعاب بندلو حاجات او الى ان شاء الله هنتكلم عليهم في السموم. كده احنا اخدنا مقدمة على السموم بصفة عامة. ان شاء الله بازن الله لربنا احيانا المرة الجاية هنتكلم على وهنتكلم على وحنتكلم على وحنتكلم ولازم انه. ولكن المحاضرة النهاردة بصفة عامة ياريتنا كنا احنا طلعنا منها بالزان فكر في حالات التسمم. نحاول ان من خلالي ده يسافر معنا بإذن الله حاول ان نقطحه شويه. لكل سم. بصفة عامة اتفاقنا. بصفة عامة احنا بان للسن. to the history, observe and treat life's threatening condition كده احنا خلصنا شكرا لمتابعكم وبالتوفيئة كثيرا سلام عليكم